السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة امطار الرحمة امطار البركات التي بدأت تتهاطل على مناطق متعددة ببلادنا احنا الان في الضال البيضاء سعداء جدا بهذه الزخات المطرية التي تبعت في القلوب الطمأنينة والسكينة فهذا المطار يكون بعد غياب يكون مطار رقية كنقول لكم الاحباب الكرام تعرضوا له ما تستعملوا مضلات ما تستعملوا معاطف قوية حاولوا التعرض لهذا المطار لان المطار الذي يظهر بعد غياب طويل كي تسمى غيط وهذا الغيط ره رقية ره شفاء وره طهارة وان شاء الله تعالى هذا المطار فيه امتيازات كثيرة اوله انه سوف يقوم بتنقية الاجواء يعني اي فيغوس اي ميكروب اي شيء من هذه الامور المؤثرة الامطار ذي الخير كتنقيها كتنقيها بامر الله تعالى ثم انها تحيي الارض بعد موتها الموسم الفلاحي فيه الجفاف ولكن هذه الامطار من شأنها ان تحيي الارض بعد موتها ثم كذلك ما دام الامطار كتنزل يعني ان الله تعالى راض على عباده فيما كان المطار كنزل في ابانه معنى ان الله تعالى يرسل رسالة واضحة بينة غير مشفرة ان الله تعالى راض على العباد وايضا معنى ان السماء مفتوحة لبغي يدعي الله تعالى في هذه الساعة غير يدعي ويطيل في الدعاء ويبالغ في الدعاء لان ابواب السماء مفتوحة فهنيئا لنا على هذا الخير الذي عمنا في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة اللهم زدنا من الخيرات ولا تنقصنا واحفظنا يا رب العالمين إنا نستغفرك ونتوب إليك وننتظر رحمتك وكرمك وجودك اللهم أمين يا ربي كريم شكرا